منذ موجة النزوح الأولى التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي والنازحون يعانون الأمرين صيفاً وشتاء وفي خضم قساوة الشتاء الحالي وما تعانيه البلاد من سيول يعاني قاطن المخيمات الأمرين تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي عده لنا الزميل علي باسل أيام مأساوية يعيشها النازحون في المخيمات سيول الأمطار غمرت خيامهم وتسببت باقتلاء عشرات الخيم وغرقها مما جعلها غير صالح للعيش بداخلها إدارة المخيم قامت بنقل النازحين إلى المدرسة الكارفانية الموجودة داخل المخيم دياباقة وبشكل عام هالسنة الأمطار كل غزيرة والسيول حتى المحافظات الأقليم همين صار بها أحداث وكوارث من وراء السيول يعني هاي أول مرة من خلال ثلاث سنوات بالمخيمات هاي أول مرة هيتي أحداث تتصير من شهر العشر لحد الآن ثلاث مرات السيول ضربة المخيم المرة الأولى والثاني ما كان تأثيرها كلش عالي يعني بس بالمرة الأخيرة من اللي صارت بالأسبوع الراح ستة بالشهر يوم الخميس يعني الكوارث كان كلش كبيرة يعني أدت إلى نزوح أكثر من 132 عائلة إلى المدرسة خيمتهم كلها تلفت والمي دخلت بالخيم ما كان الحمد لله ما كان أكون كوارث بشرية بس كان أكون كوارث مادية يعني معظم الأشياء هم غراضهم كلها تلفت وراحت يعني كحل مؤقت دخلناهم للمدرسة هم قاعدين هسا كلهم بالصفوف عشرين صف كل عشر عوائل قاعدين بالصف معاناتنا يعني كبيرة جدا يعني أنت جاي يشوف الخيم هذه والأجواء هذه صارحنا أسبوع إلى هذه الحالة الحالة حالة الأمطار الغزيرة والسيول والصواعق وكل الظروف السيئة اللي نمر بيها ونعاني منها ويوي هذا المخيم قرابة 120 عائلة متوزعة بين الموصل وصلاح الدين تعاني في مختلف فصول العام فمن حر الصيف إلى وحد الأمطار والطقس السيئة في الشتاء نحن من محافظة صلاح الدين تكريت البوعجيل نازحين صارنا ثلاثة سنين في هذا المخيم مطرة الدنيا أمطار غزيرة كثيرة كثيفة قرقت الخيام وقرقت المطابق مالتنا ونزحنا على المدرسة مسافة بعيدة والنساء والرجال وكلها تبهدلت بسبب الأمطار والمياه وناشد محافظة صلاح الدين والخيرين والطيبين الموجودين بالمحافظة بإعادتنا إلى ديارنا بأسرع وقت ويطالب نازح مخيم ديار بقى بتسهيل إجراءة عودتهم إلى مناطقهم أو تجهيز خيامهم بشكل لازم لمقاومة مناخ الشتاء على أقل التقدير يبدو أن الشتاء هذا هو الأكثر قساوة بين سابقتها فلم تعد هذه الخيام قادرة على أيواء النازحين فيها المخيم ديار بقى علي باسل قناة صلاح الدين الفضائية